السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله طيبين إن شاء الله رجزين إن شاء الله مطمئنين السلام عليكم جميعا الناس الموجودة في الليف التحية لكل القوات النظامية الموجودة في كل بقاء السودان بابا نوسى الفاشر نيالة الجزيرة الخرطوم التحية لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله كل الناس القاعدة نهضر في اللايف ما عندنا كلام كتير كالعادة عندنا كم حاجة دارين نوجيها ودارين نتكلم فيها وبعد ذاك اكيد حتلقى استجابة ان شاء الله طيب اولا شفنا الليلة الضربة بتاعة سلاحة طيران اللي اتعملت للتمركزات الموجودة على جانبين الجسر بتاع جبلوليا طيب اللي هي الاتجاه الشرقي والاتجاه الغربي كمان جاب الفترة لما طرعنا اتكلمنا وقلنا والله يا اخي الجسر بتاع جبلوليا لازم يتضرب الناس طرعات قالوا لينا لا لا ما المفترض تقولوا الكلام دا والجسر ما يتضرب وديخط استراتيجية وديخط غيره وديخط غيره وين الخطة الاستراتيجية وين الكلام اللي انتم بتتكلموا عنه دا في امداد الماليشيا عن طريق الجسر دا واخراج كل المسروقات من الخرطوم من المدني ومن غيره ومن غيره طيب الليلة حصلت ضربة للموقع دا السؤال هنا انا دائر اسأله هل الا الاعلام والرأي العام يطلع يتكلم في موضوع عشان يلقي استجابة لازم يطلع نشكل رأي عام والناس يتكلم والناس يطلع لايفات وتعمل منشورات وغيره عشان الناس تضرب موقع ولا تعمل غيره هل الكلام ضمنطي يا جماع؟ طيب الليلة اه جاتت ضربة في 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 الحوالين السيجال يميني وشبال اليمنع الشيونك تضرب السيجالة والله ياخي تصلح في تمانية واربعين ساعة ما تصلح في تمانية واربعين ساعة ما تضربها تاني ايه تتديو فرقة زاتو انو يصلح عليه في تمانية واربعين ساعة ما في سبه ما في سوء بخاليك اه تديو فرقةiff سالها فى تمانية واربعين ساعة والله ياخي لو ضربنا هالهجوم حيكون اه جهة الدويم الدويم ما تجهز والله لو ضربنا حيضغطه على سنار وحيضغطه على ما بعرف ما سنار ما تجهز والله لو ضربناه حيضغطه على القضارف القضارف ما تجهز. انت ليك سنة ما اجهزتها? الى الان ليك سنة ما اجهزتها? حتجهز من ثانيا. فموضوع التخدير بتاع انه والله يا اخي لما الموضوع تشكل حوالينا رأي عام والقضية تبقى قضية بتاعت رأي عام وتتكلم عنها الميديا وصال التواصل الاجتماعي والناس حتى ان تبع الدك تتحرك ان احنا المفترض الموضوع ده اتجاوزنا. مفترض نكون اتجاوزنا في خلال السنة دي. الحاجة التانية. الليلة انت كل الشعب ده معك. كل المواطنين ده معك. الشعب السوداني كله معك. الى الان الى الان في قحاتها مسيطرين على وزارة الصحة مسيطرين على اسم الشلدة جزء كبير من الوزارات. انت قاعد تتفرج فيهم يعني. وانت تعلم تماما انه ده القاحاتة يدبعوا للمؤتمر السوداني ويدبعوا ليه حزب الامة ويدبعوا ليه ما بعرفين. ما انتظر شو يعني. ما العمل العسكري على الارض لازم يكون قصاده في عمل مدني. العمل العسكري على الارض لازم يكون في المقابل الليو في اتجاه عسكري. الليلة بيتكلم عن الفاشر عن الفاشر عن الفاشر. جينا قلنا والله يا اخي الفاشر دي. تمام? هي النقطة الحق السودان ده. اذا الناس ما انتبهت. طيب الليلة كمية ال 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 الناس الموجودة القاحاتة الموجودين داخل او ريك كلام القاحاتة ده المتغلغلين الى مجلس السيادة لتاريخ اليوم. الغرض من الكلام ده شو طيب? ما لما يكون في حاجة عسكرية لازم يكون مباشر بالاتجاه التاني المقابل لها يكون في عمل مدني. وين الشقة المدني الان في العمليات القاعد تتم دي. العمل العسكري براو ما كفاية انه يوقف لك كل المشاكل بتاعت البلد. لازم يكون في عمل مدني اتجاه الكلام ده. العمل المدني ده بيجي من وين بيجي من استخطابك انت لكل الناس الموجودة وقاعدة معاك وواقفة معاك من بداية الحرب. الليلة كل الناس الموجودة وواقفة معاك من بداية الحرب دي. تمام? لا تعلم انه الى الان كل المرافق بتاعت الدولة مليانة قاحاتها. الشرطة زاتها مليانة قاحاتها. الليلة الشرطة دي حصل فيها مجزرة قبل كده. وين اللي اللي تفصلوا بسبب القاحاتة? ليه ما رجعتهم? ما انت بحتاج لهم بس. وين اللي تفصلوا من 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 الجيش بيسبب القاحاتة? ليه ما رجعوا الى الان? ليه ما سدوا مواقعهم? لكن عشان تيجي تقول لي والله عمل عسكري ولا يصبق وعمل مدني ده عبارة عن كلام فاضي. الليلة ان احنا سنة بحاربوك من داخل مؤسسات الدولة. القاحاتة شغالين فيك من داخل مؤسسات الدولة. اي عمل عسكري في الدنيا لازم يكون عندك شرق مدني يواصل باقي الحاجات. طلعت ونشروا قائمة اه بتاعت مطلوبين. ما تنفز فيها اي حاجة ولا حيتنفز فيها بالطريقة دي. لانه لسه في قاحات قاعد يعاكس في في الشغل والقرارات اللي قاعد تطلع تجاه الناس دي ونهاية الموضوع شنو طيب يعني. حتخليهم قاعدين كده لمدين. ما هو قاعد يواصل للماليشيا كل المعلومات وكل الحياة اللي قاعد تدور عندك. حاجة ارفع ليك الاسامي بتاعت القاحاتة الموجودين داخل وزارة الصحة بالاسم. وهواريك المناصب اللي هم شغلينها. كم مرة نجي نتكلم ان احنا نقول والله يا اخي ده قصاد ده. جسر يا بلوليا تاني يتضرب وتالت يتضرب ورابع يتضرب. لكن ما تضربوا عشان تخلي ليه تمانية واربعين ساعة يشيل سيقالة يرجع محلها. استفيدنا شون احنا ما استفيدنا حاجة كبه. لسه هتكون برضو في اه قوات قاعد تدخل من 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 شرك اه ما بعرف وين ومن غريب وين وما بعرف ليه? ما اسكينا الناس والله يا خلال دي خطة استراتيجية. اذا خطة استراتيجية الليل اتضربوا ليه? ايه تضربتوا عشان اتشكل حوال احوالينا الموضوع ده رأي عام. نجينا المسيرات الشغل بتاع المسيرات الليلة المشت مروي والمشت ما بعرف مين? والله نزلنا المسيرة. نزلنا المسيرة. اتكلمنا من اليوم وبعد تنزيل المسيرة. المسيرة دي عندها نقطة الف ونقطة بقى. بتطلع من النقطة الف بتمشي للنقطة بقى. نزبط? ده كلام بتاع تحليل عسكري من جواك ومنتم ما من عندنا نحنا. ماذا دفتي ليه كناس? المسيرة بتطلع من النقطة الف بتمشي للنقطة بقى. لما تضرب في النقطة بقى دي تمام وتنزلها. انت عندك الاحداثيات بتاعة النقطة الف اللي هي تحركت منها. انت قاعد راجس له. ما تضرب النقطة الف. والله يا اخي دي فرقة اعلامية. اول زول كتب فرقة. الفرقة الاعلامية دي. تمام? طلعتها كتبت قدامك ده. لكنها الفرقة الاعلامية دي حدها شنو? ما نحنا عارفينه مقتنعين انه والله الماليشيا دي ازا عندها القدرة انها تضرب اي موقع ولا ولو الماليشيا دي عندها القدرة انها تستخدم المسيرات دي بشكل كافي وبشكل قوي كانت ساعدت بها في مصف الجيلي. كانت ساعدت بها في المناطق هي ما قادرة تتحرك فيها. لكن طالما انها هي قاعد تستخدم المسيرات دي عشان تضرب مواقع بعيدة دي عبارة عن فرقة اعلامية. انت عشان تنتهي لهم من الفرقة الاعلامية بتاعتهم دي وعشان تحسم الموضوع ده النقطة اللي انت شفتها واللي انت عارفها واللي جيت في الكمبيوتر المرفق مع المسيرة دي اللي هو احداثي الف وبدأ انت المفترض تضرب الاحداثي اللي قامت مني. قلنا مليون مرة المسيرات دي تمام? الاسة قاعد تشتغل دي حمولة الوقود فيها اكتر من حمولة القزيفة. عشان كده الناس اللي تضربوا بالمسيرة في عطبرة تمام? كل الاصابات بتاعتهم كانت حروب. كلها كانت حروب. لانه قوة القزيفة ما قدر قوة الخزان بتاع الوقود. اذا هي مسيرات بتاعت شنو? مسيرات بتاعت انه والله يا اخي دائر عمل ليه فرقة اعلامية واوري العالم والغرب والمؤتمع الدولي وغيره انه مسيطر. انت ليه بتدي فينا الفرجة دي يعني? ليه بتدي في الماليشيا فرجة زي دي انها تتلاعب بال 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 بالمجتوع الدولي وتتلاعب بال بال بالقرار الاقليمي وتتلاعب بالحاجات دي وانت في امكانيتك ويسقو في مقدورك انك انت تنتهي من الموضوع ده? قادر? والله يا اخي مصفات الجيلي انا افهم انك انت محاصر مصفات الجيلي وافهم انهم عندهم اسلحة قادرة وقناصات توقف متحركاتك الى مدى معين عندك خيارات معينة وعندك حلول معينة شغال فيها تمام? في زول بينكر انه في الايام الفاتت دي كان فيه هدوء في العمليات العسكرية في كل سودان? كان فيه هدوء في العمليات العسكرية? مبارح يا داف شوفنا ناس الشائع الشجر اشتغلوا? والليل اشوفنا الطيران اشتغل? والليل اشوفنا غيره اشتغل? الموضوع ده معناه اشري يعني? قال لي انه اداب الطيران ضرب لي سبعة وتلاتين عربية متحركة من شرق النيل عشان تمشي المصفة. تمام? ومبارح كان في ضربات جوية. تمام? الهدوء الحاصل في العمليات العسكرية ده هل هو متعمد? هل انت بتدي في الماليشيا دي فرجة لانها تشيل نفسها? طيب الهدوء الموجود في العمليات العسكرية ده نهايته شنو? دير تجبر المواطن والشعب السوداني على شنو? شايف الالتفاف الشعبي الحوالينك ده? شايف كل المواطن الان الواقفين في صفق ديل? همش يقول لهم دير اتفاوض? همش يقول لهم والله دير اقعد مع الماليشيا? همش يقول لهم والله يا اخي ان احنا وصلنا لحل عشان الماليشيا دي يجي تحكمكم تاني. ساعته هتعرف تماما المواطن ده دعمك ليه? وواقف معك ليه? والى الان بيساند فيك ليه? ما فيزول فيكم? تمام? عقله يوزه كويس انه والله يمشي يعمل ليه هدنة ولا يمشي يعمل ليه قعدة ولا يمشي يعمل ليه غيره عشان الشعب السوداني ده تمام? يجي يتحكم بزول السرق ويقتصب ونهب تاني. انت كده قاعد تنهي في نفسك. دي حيكون انت قاعد كده دكت اخر مسمار في قبرك. انت شايف النازل في مصر وضعهم بيقى اشنو? قال لهم سنة قاعدين في مصر? شايف وضعهم بيقى اتعمل كيف? الناس دي بيقى اتما قادرة تطلع على الشارع. ليه ما قادرة تطلع على الشارع? لانه يا داب هو طلع على الشارع بيلقى تنمر من كل الناس الحوالينه. من كل الفئة بتاعتها المصريين الحوالينه. ما بنعمل الكلام ده على كل المصريين. بنقول فئة من المصريين. ده تنمر. الحاجة التانية طلعوا فيديوهات وطلعوا غيره وطلعوا غيره. ليه انتوا ما دعين ترجعوا الشعب ده? ليه ما دارين تطلعوا بقلب الجوي تقولوا والله يا اخي عندنا المناطق امنة واحد ادنين تلاتة اربعة ارجعوها. ليه ما قادر تقولهم والله يا اخي المنطقة بتاعتهم درمان وكاريري وغيره امنة. ليه مصير انك تكون فيه اكتر من آآ سبعة مليون تمانية مليون مجدعين في مصر ده غير باقي الدول ما قادرين نرجع الى الان. ليه العمليات العسكرية بتشتغل بالمواسم? ها? تشتغلوا اسبوع تنمو لكم عشر يوم تشتغلوا عشر يوم تنمو لكم خمستاشر يوم. الغرض من الكلام ده شنو? ما قلنا لكم كلنا الجيش. ما طلع مواطن اتدقت العمارة بتاعته قبل كم يوم في آآ كافوري مربع سبعة. قال لك في ده القوات المسلحة. قال لك عمارة شون اللي بنتكلم عنها? يتدير من المواطن اكتر من كده شنو? المواطن اددك كل الصلاحيات. اضرب البيت اضرب غيره اضرب غيره. خلصني من الماليشي دي يا اخ. خلاص الموضوع ذات الكلام بيجا كثير جدا يعني. كلام 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 كلام. نحن دارين افعال في الارض. دارين تطلع الخوات المسلحة تقولوا رجوعوا المنطقة الفلانية. والله دي امنة. دارين نقول والله يا خي سلمناكم الحتة الفلانية تسليم مفتاح. شغالين ايو شغالين لكن ما نكرين حقكم نحن. لكن اللي بتعملوا فيه فيه خلال الاسبوع ولا العشر يوم ولا من بعض رمضان الى الان دي. تمام? دي انا انا بعتبره هدنة عديل. بس انتم ما اعلنتوها. انت جاعد تدون فيه روح? جاعد تدون فيه زمن السلحوا? جاعد تدون فيه زمن استردوا عافيتوا? جاعد تبدون فيه وقت انهم يجندوا ناس? المفروض كل يوم العمليات العسكرية دي ما تجيفه ولا ساعة. لانه فيه مواطن بهناك قاعد يعاني. لانه فيه مواطن بهناك قاعد يموت. لانه فيه مواطن بهناك ما قادر اه يدفع حق اله حق الاجار. لانه فيه اولاد متعطلين من المدارس. دار انت يجيبونا بيكسر الرقبة انه لالتفاوض ولا غيره ما هيحصل الكلامنا. ما هيحصل. والمقاومة الشعبية الحاول الناس انهم يقعدوا عشان امتهوا من ادي. ها? افسه دي رسالة للمقاومة الشعبية. ارجو اتهرقوا تاني. عشان لو حصلت بكم اي غدرة في زمن من الازمان ولا في وقت من الاوقات تكون انتم مستعدين. تكونوا عارفين هتعملوا شنو. عشان ما يحصل لكم الحصل في كل المناطق الدخلات الماليشي دي من اختصابات ومن غيره من غيره. لكن موضوع انه كده تكعد. تمام? العمليات تاخد لها خمستاشر يوم وعشرين يوم. ما في تحرك? وليه لجسر جبل اوليا. مدل ما تضرب الجسر ذاته. السيقالة. تضرب اه غرب الجسر وتضرب اه شرق الجسر. ما تضرب الجسر ذاته. المشكلة مين يعني? ما تضرب قبل كده يعني. ما تكفي ليه لنا الباب ده? ما ايته لو قفلت لنا الباب ده? تمام? صعبت عليهم حركة القوات بتاعتهم من مدرمان? للخرطوم ليه البحري ليه مدني. حيجي بيه وين تاني يعني? خلاص يعني. يعني الشعب ده يتحمل بمعفوه الكفاية. ينضغط بمعفوه الكفاية. نعلم انه الحركة بتاعة الحرب بتاعت المدن عملية صعبة. لكن انت عندك مناطق الان انت مسيطر عليها. اليمنعك شنو انك تفرد فيها ارتكازات شورطة الخرام ده تاني بنطلع نقوله. ويمنعك شنو انك تفرد فيها ارتكازات تفاتيش قوية وبعدك تعليل للمواطن انه والله يا خارجي على المنطقة الفلانية عشان نبدأ نخفف كويس والناس يشتغل على المناطق التانية. اليمنع شنوان? ما في حاجة تمنع. لكن القاعد يحصل الان ده من تأخير العمليات العسكرية تمام? من عدم اه ضغط على 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 المناطق الموجودة امنة كويس ما فيها التفاتيش ما فيها حركة ما فيها غيره. المفترض انها تتحرك والمفترض انها تزيد فيها التفاتيش تمام? ده عنده انا عندي ايد التفسير يا ما عنده غيره. التفسير اللي اول عشان الناس بتقول لك والله يا اخي انتم ما بتتكلموا لها لا قاعدين نتكلم والله. التفسير الاول احتمال يكون في هودنا ان احنا ما عارفين انا. ولا بتقدروا تعليمه. التفسير التاني. انه والله انتم مدر ان المواطن يرجع. ما الكهرباء رجعت في بيت المال. ورجعت في احياء اندرمان القديمة. وشغالة في كريري. والموية رجعت. تمام? اليمنعك انت كقوات مسلحة تطلع تقول للناس ارجع لذي المناطق الاهم شنو. ما في سبب يخليك تقول. ما ما تقول الكلامنا. خايف من شنو انت يعني. خايف من شنو. ما في حاجة تخلي بتخاف. لما جينا تكلمنا وقلنا لكم والله يا اخي المواطن السوداني ده. تمام? بعد شوية حيقلب ضدكم كلامنا ده ما اعجبكم. وزعلتم منه. شغالته الماليشية طلعت به كلامنا ده بغادي كلام. تمام? والله يا اخي الزول ده ضرب في المنطقة الحساسة بتاعتينه فعلا نقطة قوات نقطة القوة بتاعت القوات المسلحة دي هي المواطن السوداني. هما فيهم الكلام لكن ما فيه انتم. المكابرة في شنو? ما انت فعلا قوتك في المواطن السوداني. مدى كامل? المواطن السوداني ده لو من اول يوم في الحرب. تمام? قال انا مع الجنجوي الديل. تمام? انت ما كنت قاعد ليه يوم الليلة. ازن انت لازم تعمل الحاجة البطرد المواطن ده. البطرد الزولة الواقف في ضهرك ده. المواطن شايف المشاكل في عينه في الارض. وشايفك انت مقصر في حلوله. اولة كبري جبل اوليان. اولة. مواطن الجزيرة. القاعد هناك منتظرك عشان تجيه ده. العمليات في كل المحاور بتاعت الجزيرة وقفت. مش وقفته بس لا. مش وقفته بس. في مناطق اتقدموا فيها رجعوهم لنقطة اه متأخرة ورا من 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 التقدم. الحاصل شنو احنا ما فهمين. ما فهمين. المتحركات بدعة الجزيرة دي. والله 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 والله. وصلت مناطق رجعتهم منا تاني. والله يا اخي رجعتوا ليه والله رجعناهم تأمين. طيب تأمين ده له خمستاشر يوم. ما في زال يتحرك تاني من الموقع هذا. التأمين شنو بتضبط. انت محتاج الان. تمام. الكلام ده افهمو احفظو كويس. انت محتاج الان للحادات. محتاج للنقاش. محتاج للمهندس. محتاج لغيره. ديل كلهم انت لازم تجيبهم تحت مزلتك. كل الناس دي واقفة معاك صف واحد. ما تخسر المواطن السوداني. انت الليلة دي ما معركتك انت براك يا قوات مسلحة. دي معركة المواطن قبل ما تكون معركتك انت. الليلة المواطن المعركة الشغال فيها وواقف معاك فيها دي. انت لازم تقدر له الحاجة دي. المؤسسات المدنية لازم تنظفة من الوسخ بتاع القاحات الموجودين فيها. الوزارات لازم تتنظف من وسخ القاحات القاعدين فيها. الليلة ما في ممكن زول مواجهة بالعلن وقدام المجتمع الدولي وقدام غيره وقدام غيره. تمام. وشغال دي الضت. وانت الى الان مخلي قاعد في المؤسسات المدنية ومخلي قاعد في الوزارات. ده ما كلام سياسة. ده كلام عقوب. إلا إذا انت عند الفحم تاني. الليلة الشغل التمى تمام والشغل التمى في 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 مروي وقبله في شندي والليلة في المتحركات اللي كانت طالعة من شرق النيل ماشى المصفة. تمام. الشغل ده لازم يكون في اكبر من كده. هتجي تجبر الناس ديال على شي هما ما داهرينه. نظف الوزارات. نظف المواقع المدنية المسؤولة من الخدمات. نظف الصحة من القاحاتة. أعلن آآ المواقع الآمنة للرجوع. آآ زيد التفاتيش. زيد الارتكازات. تمام. آآ شغل ما في حاجة حتى امرو قل السودان ده غير انتهاء الماليشي. وما في تفاوض بتم. وانتو تعلموا الكلام ده. وما في هدنة بتم. وانتو تعلموا الكلام ده. وإذا دالين تخسروا الناس ديال وتخسروا الشعب السوداني ده. عاملوا حاجة في الحاجات دي.